اشتركوا في القناة وكولوبالي اللي هو رزع هي روزت في 2014 زي ما قلت لحضراتكم وبعدين في الكلام المنشور في اللوماندوف اكتر من جورنان بيكلموا على ان هي كانت صديقة مقربة جدا لوحدة من زوجات الشقيقين اللي هما كواشي دولة اللي هما التنين ده النقطة الاول النقطة التانية ان هما فيه جمال بغالدة جزائري فرنسي وده عدوا في القعدة وده كان ممسوك في 2005 في محاولة عملات ارهابية في اللونو في فرنسا ومتحدد اقامته هنا بقى النقطة اللي انت اللي بتخليك هي تستغرب لاخواننا في الغرب الله طبعا انت رالي لعندك عارفوا انه في القعدة قالوا عدوا عندك ومحدد اقامته يا سلام يعني انت محدد اقامته يعني طب يعني انت عايز تستخدمه في حالة مثلا مش في المواخزة ولا انت عينه عندك ليه يعني ما هو ما هو ده الموضوع هو ده الموضوع انت بتتكلم هما بيتحقوا على الشعوب بتاعتهم مش فيهم ولا بيعملوا ايه طب انت عندكوا طبعا اللي ترى اكبر دولة عندها ده واللي ترى اكبر دولة متورطة في ده مش امريكا لميليز ليه لانهما مستفدين يعني هما عندهم الفلوس كلها بتاعت تنظيم الدولة الاخوان كله مستفدين هما عارفين بيعملوا ايه وبعدين دي كروت بيلعب بيها يعني النامال بغال ده اللي هو البتاع القعدة ده ده اكيد بتاعهم ده ممكن الله ما انت ما قعده ونحدد له اقامته او انت مرأبه اي كلام باب يتقال عليه طب هل انت بتستخدمه هل هو عميل مزدود يعني هو في القعدة فتقدر انت بتخترق القعدة به هل انت بيعتبر ده من الخلايا النايمة و لما تعزت فتصه تروح انت مقول ده هو اشترك وتروح تقبض عليه وتضربه بالنار زي ما تعمل مع الولادين ما الولادين دهما كانوا في السجن 2005 طب دخلوا السجن اللي الراجل الكلوبالي ده لما دخل كان سارق حاجة يعني راجل الدخن برشاط حرامي دول كانوا دخلين سياسة ولا ارهاب ولا ايه حدوطا ما تتفهمش انما الاغرب انت بس الفكرة كلها تركيبة كلها انه هم هم خلايا الارهاب كلها كل الخلايا كل اللي بيحصل برا ده مهم ما فيش ارهاب من غير سلاح حديث مفيش ارهاب من غير سلاح السلاح الحديث ده جاي منين مهم الغرب يا من امريكا يا من فرنسا والمانيا وكل وهو حين منين من غير من دولت هي شبكة واحدة هم عاملينها لان هو النهاردة عارف بيعمل ايه بيها وحيبان بقى الموضوع حيبان اللي جاي هو اللي حيبين على اي حال يعني ده ده اللي بيبين النهاردة وده وبعدين بس احنا ليه منا بقى في النقطة حياة بومديان دي يا اخواننا احنا ما بناخدش يعني هي بتقولك اننا انا طلعت الله اعلم بقى يا دخل وتضطرفت والكلام ده كله ولا هما كجماعة ارهابية انما في الاول وفي الاخر لما تلبس نقاب وتمسك سلاح ومن البكيني للسلاح للنقاب للكلام ده كله لا فيه هنا اكيد الدين اللي اريته اللي بتقول انا اريته وهو بتتكلم بتقولك الله امريكا ستضرف في كل العالم وامريكا بطيراتها اللي بتوصل عملت في العراق وفي غنستان والكلام ده كله الله ايه علاقة امريكا بالنهاب الحدوثة دي الحادثة بتاعت النار ده دي مثلا يعني بتاعت فرنسا اللي من كم يوم مثلا انما هو في الاول وفي الاخر الفكر الذي انتقل بيه احد من خلال الدين وعشان كده الدين الاسلامي بريء من ده يروح يعاية هو عايزة تطرف عايزة بارهابي بس يبعد عن الدين الاسلامي ما ترفع ليش اللي يفطر بتاع الدين الاسلامي انك بتسيء للإسلام بالعكس بعمل مشكلة كبيرة جدا وعمل عداء بلا سبب من ناس وسطاء مش عارفين او ناس عاديين مش عارفين اي حدا عن الحقيقة فبياخد موقف على طول من هذا الدين لا الدين الاسلامي في قد ولا الدين الاسلامي في كده وعشان كده نفسع كان نفسي بقى اعرف حياة عبدون دي قارت ايه دين اللي قارته ده ايه اللي يعني انقالها مين اللي ادالها ده ومين ما هو ده اللي لازم نعرفها وبعدين الحاجات اللي هو ما اللي هو ازا كان هناك كرآن بالفرنسية او بالنولزية انا اسف ان قلت حياة عبدون حياة بو مدين حياة بو مدين هتكون ارض اكيد هي بتعرفش عربي بالفرنساوي طب يا جماعة هل احنا بالرادع هل الازهر بيشوف الحاجات اللي مكتوبة باللغات الفرنساوي بالانجليزي او بتاع عن الدين الاسلامي هل احنا شايفين ولا سابين ده برضو الاخوانة يعملوا هم اللي عايزين يعملوه وربما طبعا يخش حد زي ما بيخشوا دايما الصهاينة بيعملوا اسرائيل بتاعتهم بيفسدوا حالات كتيرة جدا ما ده كله لازم يتشاف وهو ده في الخطاب الديني والثورة بتاعت الخطاب الديني الموضوع مسهل على فكرة وهو الغريبة ان الازر ما عملش حاجة ومناسبة الازر الدكتور احمد الطايم شيخ الازر نهاردة استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس واستقبل النهاردة في صور ده وريني يا ابنتي صور ده واعتقد النهاردة انه كمان استقبل بتراليالك اثيوبيا النهاردة شيخ الازهر وهنا الوافد الاثيوبي كانوا مولودين واعتقد انهم كانوا صايمين بس ما عرفش الحقيقة يعني هو لم يعرف انهم صايمين كانوا يبين لهم حالات بس انا بعتقد انه ما عرفش الصيام هل هو في فيه في الصيام انا عارف صيام كل ما هو حي ده اللي موجود انما هو فيه صيام تاني وفيه اكل وشرب ممنوع انا مش عارف الحقيقة المهم ده شيخ لازر خلاص يا البابا توادرس كمان استقبل استقبل البابا استقبل الرئيس ابو مازن واستقبل وفيه صور اعتقد عندكم انا معا واستقبل بتراركي اثيوبيا البابا النهاردة توادرس شوفين الصور بتاعتم يا شباب يا حاول اغلاق وتل بي الله ده هنا في البتراركي اثيوبيا هنا البابا في السقبل البتراركي اثيوبيا اعتقد و وبرضو البابا توادرس استقبل الرئيس ابو مازن ما عرفش الصور دي عندنا ولا لاقنا معا طيب يلا اتوا يلا ما فيش صور بتاعت ابو مازن مع البابا توادرس ولا ايه طيب اه النهاردة فيه بيان طالع من من اللي هو بالارقام تمانين يوم عملية قوات مسلحة في سينة ايه اللي حصل فيها اه صفوا متين وستة ارهابي واخرهم الناس اللي اشتركوا في العملية بتاعت شهيد ايمن دسوئي شهيد ايمن دسوئي اللي دفن مبارح اللي كنا بنكلم عليه الزابط اللي خطفوه واتلوه وحطوه واسبوه على الطريق هذا لنب قرية المهدية في رفع أبضت قوات مسلحة 2006 قوات مسلحة أبضت على 1597 متورط ومشتابه بي ومطلوب أمني ضمرت 1522 مقرة وعشة لأنه بالشيخ زويد الحتة اللي بتستخدم هي في انطلاقاتهم ديت الجيش الثاني ضمر 268 عربية دفع رباعي ونص ناقل للجمعات الكفرية و508 درالة نارية و4 ورش لإصح السيارات والسبدال لوحات المعدنية وزبطوا 22 مخزن أسلحة وفكوا 54 عبوة نسفة و18 أمبالية يدوية وتحريز 1 ونص طن من مادة النشادر والألمونيا اللي تستخدم في المتفلرات فكيكو 12 لغم 8 دواير نسف 7 أحزمة نسفة 300 كيلو درام مادة الأنف الشديدة حباط تفلير اسم الشيخ زويد ومنطقة السدود برفع وضبط عناصر بن حماس حاولت التسلل داخل الأراضي المصرية كان ده كله داي 80 يوم دول من ساعة الارتماع بتاع المجلس الأعلى قوات المسلحة اللي كان برئاسة الرئيس السيسي القائد الأعلى والنقعة قد يوم 25 أكتوبر بعد حدث قرم القواديس اللي هو كان شرق مدينة العريش العملات العسكرة في شمال السيناء كشفت إن زي ما قلنا 1206 إرهابي دولة اللي هم تقتلوا على مدار 80 يوم اتمسكت أجهزة اتصالات لسلكية متطورة جدا تراز مترولة وتتسخدم لرأس تحركات القوات والإبلاغة عنها حاصروا مسكوا 11 رهاز من الحالات المهمة الغريب أنه كان فيه بقى مستشفات ميداني معمولة من الحالات اللي مسكوها برضو آخر حاجة من الحالات اللي فمسكت 100 نظارة غوص حديثة جدا و20 زعنافة سباحة و2 كيلو و2 كمبروسور هواء لنفخ الأوارب المطاطية وده طبعا كده معناه أنه كان فيه عملية حتم من خلال البحر بقدام انت بقى نظارات وكمبروسور ومراكب وقربين والكلام ده كل بديل عمليات فأنت عشان يعني زي ما كنت بقول أول مبارح ساعة المطر ولا أول مبارح والمطر ساعة بقول أن المصريين عشان كده مش عايزين أنه يعني ناس جريت سفرت لغاية باريس عشان تطلع في المزارة عشان ياخدوا لقطة صورة يعني عشان يدينوا الإرهاب طب ما دمتوش الإرهابنا ليه في أي حالة من دي محدش منكو يعني هنا فيه ناس على فكرة من اللي هم بيعتبروا نفسهم في النخبة وناس منهم صحفيين وناس يعني بيتحفزوا لدا في فكرة إن أنا أدين في الحوادث اللي بتحصل سشهاد زباط شرطة وزباط قوات مسلحة عشان الإخوان ما زعلوش وعشان مش الإخوان بقى بين الإخوان راحت عليه عشان أمريكا ما زعلش فيه ناس بتعمل ده عشان كده عشان تبقى حضراتكم عارفين المسألة يعني هنا دي الصورة بتاعت دي رشوان وفي نقيب الصحفيين المصريين في باريس يمكن كان لناك بالصدفة وراح الراجل إنما برضو أنا اللي أنا عايز أقوله طب يعني معا إحنا هنا هنا الناس اللي بقى الناس اللي بتقل اللي هم بقى نخبة وفي الحزاب وبتاعة الحقوق الإنسان ده حقوق الإنسان ما لهمش علاقة بالمسألة دي كأن الجيش وشتورتها دول لما يستشل منه حد ده ده شيء طب يعلمش دعوة كأن دول مش بشر حتى ولا إنسان عنا مرة فمرة سألت حد من حيول الإنسان قلت له طب حق مصر فين حدات اللي بتولع دي حق مصر فين اللي بيحرقوها وبيكسروها حق مصر فين حق الشعب المصر فين إن إحنا نحميه من دول إنت كل اللي همك في الدنيا إن حقه في التظاهر طب لما بيطلع ويكسر ويولع بقى إن إحنا فين بقى حتى ما بتدنش ما بتقولش فوصل الأمر بالبعض إرضاءاً لأمريكا وخوفاً مصر وربما عشان خطر لو عمل حدى غير كده الأمريكان يفتصوه يعني يكشفوه على الأقل إنهم بيخافوا يدينوا الحالات دي أمريكا تزعل يعني في ناس ما سمعتش كتب كلمة إدانة صحفيين وبتقرولهم حضراتكم أو كتاب كبار يعني كلمة إدانة واحدة لأي حاجة أو يقول إن ده غلط يعني مما ولا ولا كإن حصل يعني ولا كإن حصل ولا كإن ده مصري شاب مصري آخرهم الدسوء أيماً كإن ده مش شاب مصري استشهد عشان يدافع عنك أنت اللي بقيتك أنت يالي كل يوم نازل شتيمة في مصر وشتيمة في تعوى ودفع عن الإخوان أقصد بسرس فاهم يا ويدة طبعاً يعني ده اللي ماد ده عشان يدافع عنك في الآخر برضه النامن ما يقولش لا ما يقولش يقول إيه ما هو أنت النهاردة لو أنت أي كلمة لصالح شرطة أو قوات مسلحة يبقى أنت كده يبقى أنت كأنك أنت بتلعب في الممنوع يعني أو ماشي في الممنوع يعني فالمسألة بأدمات قيل قوي في الحكاية دي الأستاذ أحمد الصقر بيقول لي يا ريت يا سيد زوري أنت تتكلم عن الإرهاب وإمتى حيتوقف أما أنا مش عارف يا سيد زوري كل يوم بنتكلم في هذا الموضوع بس أن الإرهاب يمتى يوقف ده يعني أنا شخصين ما عرفش طبعاً ولا حد يعرف لأن المسألة وعند الإرهاب اللي عندنا يعني إحنا كان عندنا مرة علينا نعين من الإرهاب وقاب ليهم إرهاب اللي ظهر في الأربعينات لما لما الإخوان اقتدوا الحرس اللي هم يبتدوا يقتلوا الخزندار والنقراشي ويبتدوا بقى القتل والكلام ده كله متدى ده كان بداية الإرهاب في مصر بالصورة البشعة دي وامتد بالطريقة دي بس ظهر بقى في أواخر التمنيات أوائل التسعينيات اللي هو الإرهاب بس كان ده إرهاب ما كانش ممول من خارج ده كان من روة وكانت الجماعات الجماعات اللي اشتغلتوا عاملة دي اللي بتممول لأنه ما كانش بالصورة الفجة اللي إحنا فيها دلوقتي يعني ما كانش أنك إنت تبقى عامل قوات ومسلحها بالتسليح ده التسليح اللي مع الناس اللي في سينة اللي مع دامل جدا السلاح مرمي وبعدين عندك الأنفاء يعني شغلانة كبيرة جدا 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 لأنه كان خلاص هو ده معفروض لأنه كانت خطة إيه نداد وزق وشريط الحدود اللي هو 60 كيلو متر طولي دولت اللي حيدوهم لغزة يعني ده كان برنامج ماشي الإخوان موافقين عليه ومرسي موافق عليه والدنيا حلوة ودولت بقى حيبتدوا هناك وبعدين وقلالي لما كان عامل ومرأة إسلامية هناك في سينة والموضوع كان ماشي في السكة دي خلاص انتهينا انتهينا فأنت النهار ده لما بتيري تقاوم يا سيد أحمد أنا ما قدرش أقول لك قدر إليناك إنت لم يبقى إنت شفت في العراق طيارة فانتم F-16 مضروة بصاروخ حراري أحد اسمها في ترسنت الأسلحة الأمريكية الصاروخ بتاعهم وطيارة بتاعتهم بس طيارة ده كانت سيئة طيار أردني يعني إنما أنا طيارة فانتم طيارة أمريكية والسلاح ده سلاح أمريكاني أنا اللي دي تقولهم ده انت عارف إن ده في حزر عليه الدول يعني انت عمش حتلاقي البتاع ده موجود اللي عند أمريكا وإسرائيل بس إيه اللي بقى اللي جابوا إيه اللي جابوا بقى مع داعش اسألوا بقى اسألوا أوباما بقى فالنهار ده لما يبقى الوضع كده حضرتك ما تسألش نفسك إمتى يخلص الإرهاب بس عشان خطر نهدى شوية كده وبعدين اللي أنا عايز أقوله هل النهار ده إحنا النهار ده زي من شهر زي من شهرين زي من سنة بعد نشوف ده نشوف إحنا إحنا تحركنا إزاي أنا شخصية كنت بقولي مبارح إحنا عدينا تلتين فاطل لنا رز لسه فحياخد وقت بقولي بقى فإمتى بقى والله أعلم إمتى حنشوف البلد في أمان إحنا بلدنا رغم كل رغم كل حضرتك بتقوله ده بلدنا في منتقى الأمان تشوف حادثة فرنسا ويشوف إحنا عندنا إيه وإنتا تعرف إحنا في أمان في أمان في أمان وحقيقة يعني ولو مكتوب علينا إننا لازم نشوف شهداء من البيش والشرطة إمتى حنشوف البلد دي أحسن بلد عالم حنشوف البلد دي أحسن بلد في العالم إحنا عندنا لما كلنا بقى نبتدي نشتغل زي ديش والشرطة إحنا بقى كمواطنيين لما كلهم في موقعه وكلهم من مكانه يبتدي كده لما كل واحد مننا يبقى عارف إنه هو لو رمى ورقة في الأرض إنه هو بيأذي مصر وبشوص صورة مصر وبيقلل من مكانة مصر وشمى مين اللي حيسير من وراء الورقة يعني إحنا بقى قاهرة دي بيمشي فيها في اليوم في الشوارع كده 25 مليون لو كل واحد رمى أي ورقة صغيرة كده ده محتلين عشر قطرة بضعها يلموا الزمالة دي مين اللي حيلموا وراءكم لما كلنا بقى نبتدي ندخل في المنظومة دي حتبقى بلد نحسن بلد في الدنيا الموضوع عندنا احنا وإحنا عملنا الأصعب على فكرة عملنا الأصعب الشعب المصري عمل الأصعب في 30 يونيا وفي 26 يونيا الشعب المصري عمل الأصعب الصعب إن أنا هل صعب أول إن أنا مرميش في الأرض هل صعب أول لما بنا عندي عربية تمنى الشيء الفلاني وأنا ريلي متعلم كويس أول كلام ده كله ومعايا أكل وكيس أكل صعب علي أن أنا أخليه في العربية معايا لغاية منزل وأنا نازل في أي حتة أحطه في أي صندوق أماما ولا رميه في الشارع عشان نبحث عندي علينا لزء كبير يا أستاذ أحمد وبيقول إيه إنت نشوف أحسن بلد في الدنيا بدل الشعرات المسمحة طول عمرنا إحنا فراعنا إحنا في تاريخ 7000 سنة على فكرة دي مش شعارات لازم نفتكر ولازم نفكر نفسنا واللي عملناه في 30 يوليون ده جينات الحضارة كون الشعب المصري يتوافق ذهنيا ويطلع 35-40 مليون مع بعض عشان ينقذوا مصر ده تبارد ده الجينات ده الحضارة فإحنا ما ننكر ده في بلادي يا رجل اللي إنت عمرها كلها 15 يوم يعني لما 300 سنة في حسابات الزمن 15 يوم الأستاذ مشعل إسماعيل بقول لي بقول لي لما قلت ليك حادث الصحيفة الفرنسية ده كان تخطيط عشان يدخلوا اليمن والعراق ومالي وليبيا ومازال فيه ناس في مصر بيطلبوا بالاحتفال بالثورة وتعديل قانون التظاهر شوف الناس فين وانتوا فين شوف الدولة في حالة الصنفار لعشان محاربة الإرهاب ولسه ناس حزب الدستور يطالب بتعديل قانون تظاهروا أكثر شعب يعاني الإرهاب في مصر يعني على فكرة يا أستاذ مشعل احنا مش عايزين نقف قوي إخوانا في حزب الدستور ده كلهم يعني أي حد ممكن يعزمهم يعني يعزمهم في أي وقت على كبات ساعة على العشاء يعني ده هم قيم حزب الدستور ما هو حزب الدستور في تأثير وفي شعب كام واحد في حزب الدستور جمعيته العمومية كام واحد من حقه أن يقول كل واحد من حقه هو طبعا كنوا بقى 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 بيزايدوا ويقول لك السحنة الاحتفال لا الاحتفال بالصورة واحتفال يعني ما اهدوا شوية اهدوا شوية عشان بلدنا احنا حرام عليكم إنما في الأول وفي الآخر علينا أننا انتفت يعني زي الأخ بتاع حزب تاني برضو بتاع السيد حمدين صباحي اللي بقول لك حنقطع انتخابات يا عم تقطع ايه تقطع ليه طيب ما تنزل وبعدين لو قطع انتخابات يعني انتخابات مش هتتعمل مثلا يعني الكلام وبعدين انتخاب انتو فين يا جماعة عنتو يعني مش هنوفي قدام يا سيد مشعل ده عشان خطر ده تضيئة وقت ان احنا ده قال ايه وده عمل ايه عايزة ايه يا سيلي خلاص طيب احنا كان عندنا هنا بس فيه اخبار كنت عايزة اقولها بس خلاص الفصل عشان السعب السيد نائم محافظ القايرة كانت رايتر بتقول للسيسي نجح في قسمة الخبز طبعا الحاجات الإيجابية اللي بتتعمل محدش بيسلط على الضوء يعني احنا كانت اشكالية العيش في مصر بقالة فترة اشكالية كبيرة جدا حقيقة الأمر لما اتعملت البطاعة اهم ما في النجاح هذا الموضوع اللي عمله السيد جزيري التمويين الحقيقة اهم ما في هذا النجاح ان احنا وفرنا في الكمية العيش اللي كانت بتتاخد حوالي 35% النهاردة توفرت فده الدليل على ان استخدامنا كان خدا غير لسه لما ربنا سهل كده ونبتدي نعمل ثقافة فكرة ان انا اكل ازاي وحافظ ازاي وكلام ده كله لان احنا بنرمي حوالي 6 مليون رغيف في الزبالة فاحنا وفرنا 35% واصبح النهاردة فيه ادى 100% والجاي ان شاء الله كويس والافضل لم يأتي بعد والله ده كان الموضوع يمكن انا في رأي كده فيه خبر النهاردة الرئاسة بتقول ان الرئيس حيزور الامراد 18 يناير 18 و 19 يناير ان شاء الله حيشارك في القمة العالمية لطاقة المستقبل طيب فرصة ان الرئيس بقى يشوف على الطاقة اللي هناك دي دلوقتي بتاعت المستقبل دي كان فيه اكتر من حد هنا بقى بقيت لنا والبتاعة دي هي الرسالة احنا الناس الغلابة ده عنوان الرسالة بتقول قطل النقيب ايمن يا نقيب الصحفين ما فيش وقفة زي بتاعت فرنسا ولا الضابط اللي شور ربط وملهمش تمن عندكم الحقيقة انا ما عربش الفرنسا ايه الظروف بتاعت بتاعت فرنسا دي انما انا كنت اتطلع ان يكون موقف للنقابة اي حادثة من حوادث الاربادي يكون يكون موقف للنقابة النقابة لها موقف عظيمة لدن كانت ومذالت واسا تبقى النقابة الصحفين هي حاجة مهمة وقلعة مهمة جدا بتطلع ان يبقى في موقف دي حتى لو اختلفت الايدالوجيات حتى لو في مجلس النقابة في حد اخواني لا بس ده ده المسألة مش امزلة هنا يعني نطلع فاصل بقى يلا يا سالي يلا طلع بعد الفاصل اللواء ياسين طاهر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وحوار حول مشروعات التطوير التي تتم في محافظة القاهرة وعن المحليات ما لها وما عليها اشتركوا في القناة